الجزء المبهج خليني أقر بحقيقة الحقيقة بتقول ومن غير يعني أي مزايدات في الوطنية نتائج الأولمبياد الأولمبياد ريو دي جانيرو بنسبالنا كمصريين محبطة جدا يعني احنا طبعا أكيد فرحانين وسعداء باللي حققوا إنجازات إنما لا دي نتيجة محبطة يعني لما احنا دخلنا السنة دي كان عندنا أمل كبير يبدو أنه كان فوق التوقعات أو زي ما يسموها هاي إكسبكتشنز أوفر إكسبكتشنز إنها توقعات أكتر من الحقيقة واضح أو التجربة أو الدرس من أولمبياد ريو دي جانيرو إنه إحنا مش مؤهلين بالقدر الكافي إنه إحنا نحقق أرقام ومراكز ونسعد الناس ونرفع اسم بلدنا في المحافل دي بشكل مش حتى معقول أقل من المعقول دي حاجة لازم نقولها قبل وندخل في الموضوع لحسن نستفتكر إن إحنا ولأننا فرحانين وبجد فرحانين وصعداء باللي أولادنا عملوه هناك تلاتة لحققوا الميداليات إنه ده ينسينا الحقيقة الحقيقة مرة للأسف بس الحلو والمعصول فيها إنه التلاتة اللي أخدوا الميداليات دول كتير منهم إذا ما كنوش هما يعني إنه هما يحققوا الميداليات دي مش بس شطارة مش بس تفوق مش بس مهارة لا ده إعجاز لما نيجي نقرنهم كده بأقرنهم في الدول التانية هتلاقي إنه دول مش يستحقوا الميداليات دي لا يستحقوا أكتر منها أضعاف وأضعاف من ثلاثة أربع شهور ثلاثة أربع شهور في الستوديو ده وعلى الكنبة دي كان معانا بطل عالمي في رفع الأسقال وساعتها حكى على حاجات تفاصيل في حياته وقال شعر وما كناش نعرف إنه هو قيل شعر والحقيقة إنه هو خطفنا في وجود النقد الكبير المستكاوي اللي قاعد يحكي لنا قد إيه الشاب ده حياته كلها إخلاص للعبته ووعدنا يوميها مع كل اللي كانوا معانا إنه إحنا لما هنتابع هنتابع مش بس بقلوبنا وقلنا لأ بدعواتنا في لعبة رفع الأسقال وهو بيرفع كيلوهات الحديد الصعبة كانت قلوبنا بتدعيله وخيف عليه لحد ما رفعت ثلاث رفعات وحق برونزية مش بس هو تقلدها إنما كلنا اللي بسناها معا ترجمة نانسي قنقر